السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب طريقة فك الضوء الخلفي للسيارة او الغماز او الستوب اللي بتسموه طبعا ما تسألني شو بتشغل انت على قناتك انا بشتغل كل شي على قناتي اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا الشيء اللي بعرضه انا على قناتي هدا جزء بسيط من يلي بقوم فيه بحياتي اليومية طبعا متل ما شايفين انتو انا عندي مي انا بس عمعطيك طريقة الفك طريقة الفك الغماز او الستوب الخلفي للسيارة اللهم صلى على سيدنا محمد لا تسعين بالمئة من السيارة او تمانين بالمئة من السيارة يعني سيستيم كل سيستيم السيارة هو نفس المبدأ يعني ما فيش بيختلف الا الممكن يكون فيه قدام شي برغي او شي شغليه المهم طبعا متل ما تلك انا ثمانين بالمئة من السيارة بيكون فيه علبة هيك طبعا انا هلأ راح نيم الكرسي بس لحتى فرجيكم طبعا لان انا نيمت الكرسي او فيه علبة هيك يعني كبسات بتكبس الكبسات وبتفك معك عادي طبعا فيه منها الجهة وفيه من الجهة التاني اللهم صلى على سيدنا محمى طبعا انا لاني عم صور بيد وحدة لهيك شوي صعب المهم طبعا بعد ما بتفك هذه هلأ اذا طلعت لجوه بتلاقي براغي هلأ فيه سيارات بتكون فيه براغي او عزق وفيه طبعا متل ما شايفينهم بالسهم وفيه سيارات بيكون فيها هيك حلقات طبعا متل هلهى فرجيكي اانها شوي ل 보세요 أكتر سيارة فيها ب نفس البراغي هادونى هلأ انت بتفك البراغي هادونى وبتشوف اذا ما منهم فإذا بيكون من الحلقات وفيه رغي هون مخفي فيه رغي هون مخفي طبعا باغلب السيارة بيكون كمان كامش الامطب فيه رغي هون متل ما معلم عليك على انا بيكون domainsطب أو العلوس الخلفي خلفي ما بعرف شو تسموه انتو ولكن احنا منقلو ضوء الخلفي او وسطو المهم هلا انا رح فكو له هادون البرغيين طبعا في برغيين واحد تحت واحد فو لازم تفكون طبعا العده جيب مثل هادي العده انت من الانترنت موجودة يعني حق 15 يورو او 20 يورو على حسب الجودة على حسب يعني الجودة الاله طبعا هادي مصين بتجيبها من علي اكس بركس ب 15 عشر ب 20 يورو ومثل ما اتلق على حسب الصيانة طبعا لازم لك هون نفك مسدس يعني ما مفتح شق بلولو شق وفي مسدس نحن بنقول له هادا مفتاح مسدس هلا انت بتفك هادون البرغيين هلا بيجوز يكون اعلى بيجوز يكون في اعلى من بعضهم يعني هنا ولكن هادون قريبين وبعتقد انه ما لون علاءه ولكن بس انا عم ورجيك انو بيكون في برغيين يعني بدال لهيك الحلقة الكبيرة هلا انا فكيت هون هادون الاثنين ولكن طلع ما منو يعني طلع ما له علاءه بالسطوب انا اتلك فيه سيارات بيكونوا حتى نفس النوعية نفس الموديل وحتى فكيت هادا الجواني طبعا كمان طلع ما له علاءه هلا انا عندي طبعا هون في حلقات انا عندي هون في حلقات اللهم صلى على سيدنا محمد هلا هون انا رح صور لك الحلقة هاي البيضة وفيه حلقة تانية هلا بجوز انت تجي عندك مربعة بجوز تجي عندك تمخفية ممكن تكون حتى يكون البرغي عندك ممكن يكون مخفي المهم انا عندي طبعا لسيارتي طبعا هادي الحلقات هادوني طبعا بس برم هي بين جوات وبرغي بس برمتها برمتين هزيتها شوي خلص فاذا هز معي الغبماز او الستوب فاذا نطلع منو يعني انت بس فكت برغي او شي قبل ما تفكو وتكمل هزو هزة از هز معاك خلص فاذا بيكون منو هلا كمان في برغي فوق يعني عزق هادا ولا ما بعشو بتسمو انتو حلقه خلينا نقول حلقه كمان في واحد فوق بالعالي هلا انا رح صور لكم اياه وين بيكون يعني حتى بيكون مخفي هو بس عم حاول طبعا انت لما بدك تفك الستوب عالاخير حاول رد علق شوية صغيرة لهاي الحلقة اللي حكينا عليها اسمها حلقة حتى لايقع من ناكل ستوب قوين قطعو الشرايط او شي المهم متل ما شايفين عمي هز معي فاذا هادي طريقة الفك يعني الطريقة تفكو بسيطة كتير بس ولكن بيكون في فرق بين البرغي وبين الحلقة هادا طبعا علقه انت هيكي علقو التعليقة صغيرة حتى لاينخلع معاك وقت بدك تفكو ولكن انا بعرف شو بدي سوي لهيكي فكيتو علاخير طبعا ليكو هادا الجواني انا جيب الضو وحطيت طبعا هادا الجواني بيكون كمان مخفي من فوق يعني في بعض الناس ممكن تفك التحت وتجي خلع بالتحت يعني بالقوة بدون يفكو ما راح يفك معو ممكن يخرب شو اسمو هلا في ملاحظة فك كمان انا نسيت هوني ما فك الشريط طبعا هوني لازم تفك انت الشريط الكهربا قبل ما تشيل السطوب لازم تفك الشريط الكهربا قبل ما تشيل السطوب طبعا ازا ما نبين عليك الشريط اللي شو اسموه الكهربا طبع ال طبعا بس فكت هادون البرغيين بيطلع معك بكل الرياحية يعني ما بدي خبرة هلا في حلقتين اس لسه عالق بحلقتين هو يعني هيك كبسة كبسة بيقولوا لك لبسة او كبسة والله ما بعرف شو بتسموها طبعا انا كل دولة بتحكي شكل يعني عالق بكبستين ما عم مقدر فك لانه انا بصور بيد وعم فك بيد لازم تمسك باليدتين وتشيل يعني بشكل ساوي حتى يطلعوا معك حتى يطلع الغماز معك طبعا وبرجع بقلكم لا تنسي طبعا هادي الحلقة اللي عملك عليها والسه في حلقة تحت طبعا كل السيارة تفيهم نفس السيستيم ولا تنسي شريط الكهرباء لا تنسي شريط الكهرباء اذا ما فك معك من جوة شريط الكهرباء وسع شوي على الغماز وفكوا هيك كما انا عمفكوا طبعا سهل بس كبسة صغيرة باليد وبيطلع معك هلا انا رح حط الموبايل رح حط الموبايل من ايدي رحوا افتطه سويو رحط الموبايل من ايدي وراح فك لانه ما عم يفك معي اللهم صلى على سيدنا محمد وتاكد اذا في شريط كهرباء لا تنسي لانه ما عم يفك معي انا رح حط الموبايل من ايدي وفك الغماز طبعا واتأكد برجع بقلك وتاكد مش انا ما تقطع شرايط او تقطع شيء بالغماز أو تفقد فريم الإيد أو الغماز يمين يعني تفقد الغماز لما تضغط فريم طبعا هاي اللبسة الثانية أو الحلقة الثانية وهي دي الفؤانية وحدة حديد وحدة بلاستي طبعا أنا حطيت الموبايل من إيدي وفكيته طبعا هاي طريقته سهلة كتير بسيطة وسهلة كتير هلا أنا رح روح فضي الماي وارجع ركب مرة ثاني الغماز طبعا إذا عندك الكهارب أو اللمبة محروقة أو شي يعني فكيته كتير بسيطة يعني ما أبدأ خبرة كل السيارات هيك كل السيارات نفس السيستيم هاي أنا بعد ما خلصت هلا بعد ما خلصت ونظفت من جوا وارجعت ركبته ولكن أنا بس عام لك كيف طريقة الفك ممكن يكون براغي وممكن يكون حلقات هيك كبار بيت اللهم صلى على سيدنا محمد وهيك أنا بكون انتهت من التركيب وانتهت من التنظيف ورجعت شريط الكهربا وعزلت شريط الكهربا مشان ما يجي على ماي أو شي من هذا القبيل و لا تنسي البرغي الفؤاني والبرغي التحتاني يعني العزق الفؤاني والتحتاني ويعطيكنا العفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة